احنا عايزين مثال بس يا فنم الموضوع المنح ده يعني مثلا لو طالب جاي بمجموع عالي وهيدخل كلية طب هل المنح دي عبر عن برنامج داخل الكلية؟ ولا هو هيخلص دراسته مثلا في الجامعة وبعد كده هلتحق بالمنحة في الخارج أو حتى برنامج بعد ما يخلص الجامعة في الداخل؟ تدراسته عالية الاتنين معني فنم وطبعا توجيه حضرتك برضو سيد محمد في هذا السياق مهم جدا ممكن أنا طالب تنسيق خلاني التحقت بكلية استمرت فيها بدأت في سنة أولى أنا عشان أنا طالب متميز استمحت لمحاضرة لأحد أسات زيتي بينوح على موضوع مهم جدا للبحث العلمي عملت ريسيرش على مؤسسات دولية معينة أو مؤسسات إقليمية أو حتى عندنا هنا في المجتمع الليه المحلي فمن في الحالة دي ممكن أنا إيه أقدر أوصل لهذه دي الجهة لو قلنا أمثلة مثلا في مؤسسات بتدعم عندنا في مصر مثلا ومصرنا حبيبة طبعا اسمح لي من منبر حضراتكم الموكر الدولة مهتمية جدا بالتعليم في الفترة الحالية بدعم طبعا القيادة السيسية في خامة رئيس فتاح السيسي طبعا ربنا يا رب يحفظه المصر والمصريين في مؤسسات رعاية للنوابق دول زي مثلا لو قلنا مثلا مؤسسة مثلا نيه سويرس مثلا بتدعم الكفاءات مثلا الجامعة الأمريكية برضو لو قلنا مثلا مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا كل دي مؤسسات عندنا في المجتمع المصري أولادنا الطلاب ممكن أنه هم يقدروا يتواصلوا من خلال النوافذ أو الكنوات الإلكترونية لهذه لي المؤسسات عشان يقدر يحصل على لي المنحة المناسبة له عدرتك برضو تفضلت بالإشارة ممكن أنا خلصت الدراسة الجمعية بتاعتي بعد أربع سنوات أو ست سنين لو أنا كنت في كل الطب ممكن أستكمل مراحل الدراسات العالية بتاعتي من خلال الحصول على منحة مثلا لجمع مادة علمية للاستكمال الدراسات العالية في الخارج برضو ممكن أنا أحصل على منحة دراسية عندنا هنا في مصر مثلا من خلال بعض الكليات مثلا لو إحنا قلنا مثال إحنا لسه كنا في جمعتنا العريقة جمعة حلوان في منحة كارت مقدمة للطلاب اللي هم فكرة الاختراع اخترعوا في كلية هندسة طبعا اخترعوا أبنائنا الطلاب بعض أنواع من السيارات اللي هي صديقة للبيئة طبعا الجامعة كانت متكفلة بالرسوم بالسيارات الكهربية بالضبط يا فن الجامعة كانت متكفلة بالرسوم الحصول على هذا الاختراع من الألف للياء ففي الحالة دي أنا عندي كفاءات جوا جمعاتي ففي الحالة دي الجامعة بتدعم هذه الكفاءات للوصول للمجتمع الخارجي